بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة للصف السادس ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتثات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس الأشكال المستوية والمجسمات إذن الأشكال المستوية والمجسمات أولا يا أحباي الطلاب والطالبات نميز الأشكال المستوية والمجسمات كتابة الأشكال المستوية والمجسمات ثم نقوم بالتفريق بين الأشكال المستوية والمجسمات ثم نلون الأشكال المستوية والمجسمات أحبايا الطلاب والطالبات لدينا هذه الأشكال المستوية والمجسمات لدينا هنا مثلث إذن لدينا هنا مثلث مربع مثلث ولدينا هنا مربع دائرة إذن هذه دائرة وهنا مستطيل إذن لدينا هذه الأشكال مثلث مربع دائرة مستطيل إستوانة لدينا هنا إستوانة هذا الشكل الإستواني ولدينا هنا مكعب ولدينا هنا مكعب إذن هنا مكعب وهنا مخروض إذن هذه الأشكال نكرر هذه الأشكال إذن هيا نكرر هذه الأشكال لدينا هنا مثلث مربع دائرة مستطيل إستوانة مكعب مخروض إذن أحبايا الطلاب والطالبات دعونا نشاهد هنا هذه الأشكال لدينا هذه الأشكال دعونا نشاهد هذه الأشكال إذن لدينا هنا هذا مكعب دائرة إذن مكعب هذا هو المكعب وهنا دائرة وهنا إستوانة إذن هذا الشكل إستواني إذن هذا الشكل إستواني وهذا الشكل دائرة وهذا الشكل مكعب وهنا هذا الشكل هذا الشكل مسدس سداسي الشكل وهنا هذا الشكل دائري إذن هذه الأشكال دائري وهنا مكعب وهنا دائرة وهنا الشكل الإستواني أحبايا الطلاب والطالبات ها هي الأشكال المستوية والمجسمات إذن أحبايا الطلاب والطالبات سوف نقوم بتلوين الأشكال المستوية والمجسمات هيا نقوم بتلوين الأشكال المستوية والمجسمات إذن سوف نقوم بتلوين المثلث باللون الأخضر إذن سوف نقوم بتلوين المثلث باللون الأخضر إذن سوف نقوم بتلوين المثلث باللون الأخضر ونقوم بتلوين المربع باللون الأصفر إذن سوف نقوم بتلوين المربع باللون الأصفر هيا نقوم بتلوين الأشكال والمجسمات إذن ها هي الأشكال والمجسمات أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وسوف نقوم بتلوين الكرة أو الدائرة باللون الأحمر إذن سوف نقوم بتلوين الدائرة باللون الأحمر هيا نقوم بتلوين الدائرة باللون الأحمر إذن ها هي الدائرة سوف نقوم بتلوين هذه الدائرة باللون الأحمر إذن ها هي الدائرة قمنا بتلوين هذه الدائرة باللون الأحمر إذن وهنا سوف نقوم بتلوين المستطيل باللون الأزرق إذن هيا نقوم بتلوين هذا المستطيل باللون الأزرق إذن هذا هو المستطيل سوف نقوم بتلوين هذا المستطيل باللون الأزرق إذن ها هو المستطيل باللون الأزرق إذن أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن يا أحباي الطلاب والطالبات هيا نقوم بكتابة أسماء الأشكال لدينا هنا مثلث مثلث مربع دائرة مستطيل إذن مستطيل هذا الشكل مستطيل أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن هنا سوف نرسم الأشكال المستوية والمجسمات إذن هيا نقوم برسم بعض الأشكال المستوية والمجسمات هيا نقوم برسم هذه الأشكال لدينا هنا أولا سوف نقوم برسم مثلث سوف نقوم برسم مثلث ها هو المثلث ذو الثلاث رؤوس ثلاث رؤوس وثلاثة أضلاع إذن يكون مثلث إذن المثلث هنا مثلث إذن المثلث هو ذو ثلاث رؤوس وثلاثة أضلاع وهنا مربع هيا نقوم برسم المربع هنا مربع إذن إذن هنا مربع إذن ها هو المربع ثم نقوم برسم الدائرة هيا نقوم برسم الدائرة إذن هنا دائرة إذن وهنا سوف نقوم برسم المستطيل ها هو المستطيل إذن ها هو إذن ها هو المستطيل إذن أحبايا ها هو المستطيل أحبايا الطلاب والطالبات لدينا هذا المثلث ذو الثلاث رؤوس وثلاثة أضلاع إذن هنا المثلث ثلاثة رؤوس وثلاثة أضلع إذن ها هو المثلث ثلاثة رؤوس وثلاثة أضلع ولدينا هنا المربع أربعة رؤوس وأربعة أضلع إذن المربع لديه أربعة رؤوس وأربعة أضلع والدائرة ليس لديها رؤوس أو أضلع ولدينا هنا المستطيل لديه أربعة روس وأربعة أضلع إذن أحباي الطلاب والطالبات أحسنتم أحباي الطلاب والطالبات لدينا هذه الأشكال لدينا هنا مثلث إذن لدينا هنا مثلث إذن هذا الشكل هو مثلث ما هو الشكل المناسب لهذا المثلث؟ أرسم دائرة حول الشكل المشابه للشكل الأصلي أحباي الطلاب والطالبات في هذا التمرين لدينا هنا مثلث سوف نقوم برسم الشكل المناسب للمثلث إذن ما هو الشكل المناسب؟ لدينا هنا مكعب ولدينا هنا هرم ولدينا هنا حقيبة إذن ما هو الشكل المناسب؟ أحسنتم الشكل المناسب هو الهرم إذن هو الهرم الشكل المناسب للمثلث أحسنتم يا حبايا الطلاب والطالبات ولدينا هنا الدائرة إذن ولدينا هنا الدائرة إذن الدائرة دائرة إذن ما هو الشكل المناسب لهذه الدائرة أحسنتم هو المخروط المخروط هو الشكل المناسب للدائرة إذن الشكل المخروط هو المناسب للدائرة أحسنتم يا أحبايا الطلاب والطالبات إذن أحبايا الطلاب والطالبات هنا سوف نقوم برسم المربع إذن هنا مربع إذن لدينا هذه الأشكال أين هو الشكل المناسب لهذا المربع أحسنتم إذن ها هو الشكل المناسب لهذا المربع أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن لدينا هنا المستطيل المستطيل لدينا هنا المستطيل إذن ما هو الشكل المناسب لهذا المستطيل مستطيل إذن ما هو الشكل المناسب لهذا المستطيل أحسنتم يا الحقيبة أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أشكركم يا أحباي الطلاب والطالبات على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درس آخر